السلام عليكم يعاني المتدينون من مشكلة كبيرة جدا وهي أنهم لا يستطيعون استيعاب فكرة وجود أناس يفكرون في موضوعات الدين وموضوعات التي ينشغل بها الدين ورجال الدين هذه القضية تسبب لهم إشكالات كبيرة جدا خاصة أننا نعيش زمنا مختلفا تماما عن الزمن الذي جرى تثقيفهم على تطبع على قيمه وعرافه وتقاليده وفرائضه طبعا بالتالي هو يعاني من مشاكل عديدة أولا هو عليه أن يحافظ على العادة التي تعود عليها والتي نشأ عليها والثاني عليها أن يواجه المتغيرات الخطيرة التي يجب أن يضع أجوبة عليها ولم تعد والمشكلة أنه لم يعود هناك أي إمكانية لتأجيل الجواب هنا أنا بصراحة أقدر هذه الأزمة التي يعيشها المتدين وأيضا يعيشها غير متدين بالمناسبة لأنها الأزمة تشمل الجميع لكن كل واحد منهم لديه تصور مختلف عن هذه الأمور القضية حتى نبسط الأمور ونبسط الرؤية أنا أقول أنه المسألة الأساسية الإنسان يريد يحافظ على ثباته يريد يحافظ على قدرته على الصمود وعلى أن يحافظ على أشياء وعاداته وعلى كل النمط الذي عاش عليه لأنه هي المسألة مو مسألة أنه أنت تغير رأيك هي المسألة أنت تطالب أن المجتمع كله يتغير هنا تصبح مسألة التغيير وعادة التفكير وعادة التأمل فيما يجري مسألة لا تتعلق بالفرد تتعلق بالجماعة بأكملها تتعلق بأولادك بعائلتك بقربائك بعاداتك بأفكارك بأشياء التي تتقبلها التي ترفضها يعني كوكبة أو تفاصيل كثيرة جدا لا نهاية لها هذا الأمر سبب الإشكال والأكبر الذي ضعف هذا الإشكال هو أنه الناس أن العصر الذي نعيش هو يتطلب التغيير أو أنه بالحقيقة أنه العصر هو قائم على فكرة التغيير وعادة النظر في كل شيء فنتنا لاحظ أنه كل سنة عندنا حتى أبسط الأشياء لشوف الجهاز التلفون الغير التلفزيون أي شيء حتى الملابس الموديلات التغيير لم يعد هو التابت أو الشيطان الرجيم أو المرفوض بالأكس أصبحت ثابت هو التغيير بينما البشرية بأكملها عبر التاريخ كانت تعول على المحافظة على الثوابت أو ما يسمى الثوابت الثوابت الدين وما إلى ذلك ثوابت العقيدة ثوابت الفكر الله ثابت كل أشياء ثابتة الجماعة ثابتة القيم ثابتة النص مقدس وثابت كل أشياء تقريبا لدينا ثابت فالسيستم بأكمله الذي ورثناه والذي ما زلنا نحاول المحافظة عليه هو من السيستم ثابت وخارج إطار الزمان والمكان الذي نعيش فيه وكل محاولاتنا وأنه العملية بسيطة أنه هذا النص مقدس خارج الزمان والمكان يعلو على الزمان والمكان وبالتالي كل ما علينا أن نطبقه على الزمان المكان وما نعيش فيها بالحالة هذه المسألة الامتعد ممكنة بل يعني خارج التصور بل مستحيلة فما العمل العمل أنه نكذب على أنفسنا لا يوجد حل آخر فبالتالي عندما أنا يشوف ببعض التعليقات واحد من الأصدقاء نبهني أو خلاني أفكر تعليقات دائما تسير بيزنس خليني أفكر أنه لماذا أنه سوفكر بهذه الطريقة ما الذي يدفعه لأنه يحاولون الترتيق والتوفيق بين ما مضى وبين ما هو حاضر المسألة يعني كثيرين يتحدثون أنه هذا ترقيقي وهذا توفيقي لكن لازل لابد أن نسأل شوية أعمق من هذا أنه أوكي هو الترقيق أو التوفيقي لكن لماذا يفعل لماذا يرقع لماذا يوفق السبع جواب بسيط لا بل لأنه نفكر بشوية روح أعمق ونجد بينهم المشكلة خطيرة ومشكلة حادة يعني أنه ينسان يواجه له مشكلة ماذا يفعل أول شيء يحاول يتأقلم مع الظرف يحاول يحافظ على ثوابته حافظ على الأشياء التي اكتسبها والتي تعود عليها والتي التآلف معها وأطمأن إليها يعني يعرف إشكالاتها يعني ما يطب بنفسه أو يدخل نفسه في قضايا معقدة فهذا اللي ردت الفئلة الطبيعية الناس فبالتالي الترقيع والتوفيق بينما مضى وبينما السجدة هو مسألة طبيعية موجودة كل إنسان بل كل كائن حي على إطلاق من الإنسان والكائنات كيف تطور تطور بالتكيف والتاقل مع الظروف المختلفة وبهدف محافظة على ما لديها وباتجاه ما هو متغير وغير محسوب وهذا عمليه إلا ما لنها لكن الآن أصبح مبدأ التغيير هو المبدأ الأساسي بغض النظر عن رأينا به لا نتحدث عن رأي إنما هو أكو ظرف قاهر نعيشه جميعا وهذا الظرف الظرف القاهر لم يعد مثلا تسمع خبر إنه مثلا كولومبوس اكتشف أمريكا بعد عشر سنين ما هيأثر على حياتك أو اكتشفوا أشياء معين أو مثلا نيوتن وضع قواني جاذبية وهكذا وبعد ذلك إن أينشتين وضع النظر النسبية يعني أشياء تحدث في العالم الغربي لكن بدت هذه الأشياء توصل إلى نتائجها الخطيرة وهي أنه نحن يجب أن نتعقل معها لأنه تدخل إلى بيتك لم يعد لم يعد شيء يحدث في أي مكان خارج عن التأثير غير قابل للتأثير عليك كل شيء الآن أنت خاض للتأثير المتغيرات تدخل في كل جوانب حياتك في كل تفاصيل أنا الآن متغير بالنسبة إليك يعني أنا قدما أقدم هذا المحاضرة أو هذا الرأي السريع أنا وأقدما تشاهدين الآن أنا عامل تغيير وعامل إقلاق لك ولراحتك بالتالي يجب أن تصبح الثوابط وأنا عندي نظرية تثبيت هذه الثوابط يجب أن تصبح قابلة أو الثابت الوحيد لديها هو أن يكون هو المتغير وأن تكون من المرونة والفعالية والفعالية أن تستطيع متأقنهم مع الظروف فبالتالي مثلا عندما نسمع أحد الأشخاص ودام التعليقات سمعتها يتحدث عن بعض الباحثين العرب والمفكرين والمختصين بالتاريح يقول هؤلاء يتدخلون في شؤون الدين ويفترض بهم مثلا أن ينشغلون بالقضايا الخاصة باختصاصهم وأن نحن لا نريد تجريح أن نجرح بهم نحترمهم ونقدرهم لكن هؤلاء يتدخلون في شؤون الدين ويتدخلون في قضايا دينية هم أناس صغيرة على غير دراية وأنهم يطرحون أفكار ويعيدون النظر في التاريخ ويشككون بوجود الأنبياء ويقولون أنه أنبياء النبي كذا وأنه سير الإسلام المبكر كذا هي قولها قصص وقضايا يجب أن لا يتدخلوا بها يعني هو معرف يعني هذا الشخص عندما يتحدث بهذه الطريقة هو يقول يجب أن لا يتدخلوا به هذا الأمر يعني ماذا يفعلون يعني يعني هو بالحقيقة الأمر وعكس هذا تماما لكنه لا يستطيع رؤية هذه المسألة هو الذي يحدث أن الدين يحشر أنفة في كل شيء الآن هو ماذا يقول يقول أنه الناس المتخصصين العلماء الأكاديميين عليهم أن لا يتدخلوا في الدين والحقيقة يعكس هذا تماما لكنه بسبب أنه اندماجه مع الحالة التي هو عليها واندماجه مع الواقع الديني الذي هو عليه وهو مرغم عليه طبعا المناسبة أو تعود عليه والواقع حوله بأكمله هو واقع يعني يندمج فيه تندمج فيه الحياة مع الدين والقيم الدينيين فبالتالي ولا يستطيع الخروج من هذا الأفق هو مندمج ملتحم معاه فهو يعتقد بأنه هذا مسألة شخصية بالنسبة له فليست مسألة علمية ولا مسألة أي مسألة كادرية هو يعتبر أن الدين هو المبدأ الأساسي ويجب أن لا يتدخل أحد به إنما هناك بعض الأشياء أنه المختصين مثلا النجار يروح عن نجار بتاعته العالم بالعلم النفس مثلا يشتغل نفس القضايا المحددة بس ما يتدخل بالدين لكنه لا يرى أنه الدين هو يتدخل بكل شيء ويعتقد بأنه يجب أن يكون له يعني قصب السبق في كل أمر وشأن على كل شكرا جزيلا وأتمنى أنه وصلتكم الفكرة وهي الفكرة الأساسية بأنه نجب أن نكون واقعيين وهذا كل ما في الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر